يعني حضرك طبعا تكرمتي ويعني تسلمتي هذا التكريم من السيد رئيس الجمهورية يعني حاستي انه شيء جميل ان الباحد يحدث له هذا التكريم طبعا طبعا حاستي انه حصا كنت منتظرة اصلا منتظرة من رئيس الجمهورية الحقيقة يعني لأ وانا عرفت قبلها بأيام لكن عارفة لما بتخلصي في شغلك انت بتخلصي في شغلك عشان طلعي شغلك كويس مش منتظرة انك تاخدي جائزة انا خدت جوائزة علمية كتير سواء للأبحاث اللي عملتها او مثلا فوربس اخترتني من ضمن يعني السيدات الاكثر تأثيرا وقت ما كنت وزيرة فاخدت جوائز سواء علمية سواء اجتماعية سواء الام المثالية لكن الجائزة بتاعة الرئيس دي كانت حصاد لكل ده طبعا كان تكريم دي طعم تاني جدا وحرك قلتي وقتها كمان انه هذا التكريم انا شعرت انه تكريم للبحث العلمي بالزبط للبحث العلمي وللمرأة هقول لحضرتك ليه دايما لما كانوا بيكرموا المرأة يكرموا الام المثالية كان نفسنا قوي انهم يلقوا الضوء على مش الام المثالية على السيدة اللي هي عملت شيء ما في المجتمع فالعشر اللي تكرموا كلهم معايا ما كانش لانهم ام مثالية كان لان كل مرأة فيهم نموذج وعملت حاجة للمجتمع وده في حد ذاته عندي احسن من ام مثالية ليه بقى مش بقلل من الام الام حاجة عظيمة بس طبيعي اي سيدة ام طبيعي لازم هتكون مثالية هي مش مستنية تاخد جايزة انها مثالية مفيش ام هتهمل اولادها لكن انها عملت حاجة للمجتمع دي مش اي واحدة بتعملها وإلى جانب امومتها ايضا وإلى جانب امومتها وعدم التأثير يمكن من الحاجات اللي اسعدتني جدا في تكريم فخامة الرئيس اولا لانه من رئيس الجمهورية وهو عزيز جدا عليها الحاجة التانية انه بنتيني كانوا حضرين ده التكريم الوحيد اللي بناتي حضروا فكان فيه شعور تاني كده عندي